جاءوا اليوم سوفها يسمى محامين نعرفوهم يعني المساعدة أنا منعرفوهم شريك المساعد قال لي أنه معروفين بأنهم يعني على الأقل هما جايبين ربع اسماء قال لي على الأقل اسمين كانوا من عبيد اللي قد سبوا تفليقة مثل هذوك اللي شتوه مرة يبوس في الكادر تعبو تفليقة من هذوك البواسة تعبو تفليقة قال لي على الأقل اثنين وممكن يخرجوهم واجدارو جاءبوا حاجة كما هاك على أساس أنهم أربع محامين وهما يوجهوا رسالة للسيد هنا ندير لهم اليوم شوية في بلي سيتي رسالة للسيد بالقسم زقماتي وزير العدل وحافظ الأختاب هذا المفروض راح في السجن يعني كون جيت محامي حقيقة هذا زقماتي راح في السجن هذا زقماتي مشا معهم قعب مشا مع جماعة بوتفليقة ومبعد مع جماعة توفيق ومبعد مع جماعة القايد ومبعد مع جماعة التبون والتوفيق مشا يعني يأكل من المرامض قعب مرتزق هيا خلينا نفوتوا هذي ومبعد نحن الموقعون أدنى خلينا نذكر أسمواتهم للتاريخ وباش تاني الأحرار يلقوهم في الفيسبوك وروحوا يشوفوهم نذكرهم للتاريخ واش اسمه أول واحد يبدو هذا من كبار المرتزقين تاحهم لحسن تواتي حسنا بورنان إبراهيم بوترع محمد زواوي واش يديروا نتقدم إليكم بهذا الطلب قصد اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية اللازمة لماذا؟ لتصنيف منظمة رشاد كحركة إرهابية وهذا للأسباب التالية بسرعة نقرأ لك موشنو هي الأسباب التاحهم الأسباب التالية نظرا لما تشهد الساحة الجزائرية من تكالب خطير عليها من قبل ودول ومنظمات وتنظيمات تمس أمنها القومي واستقرار مؤسساتها على جميع الأسعاد فإنه لفت انتباهنا وجود تنظيمات وحركات تنشط خارج أرض الوطن ولها امتدادات داخلية وأدرع مختلفة منها من اكتشفتها الدولة ومنها من لا تزال لحد الساعة تقوم بمهامها القادرة بشكل يجعل من الجزائر الحبيبة معرضة لمختلف الهجمات من أماكن مختلفة سيد الوزير منظمة رشاد ورغم التحذيرات العديدة والتقارير الإعلامية العالمية والمحلية وكذا كشف بعض رجالها ومتابعتهم قضائيا إلا أنه لم يتم تصنيفها كمنظمة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس نظر لمساسها بالأمن القومي والنسيج الاجتماعي والسلامة والأمن العموميين ناهيك عن التطاول والتهجم والإساء لمؤسسات الدولة ورجالها بالخصوص الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية وأسلاكها نظرا لكون هذه المنظمة تنشط خارج أرض الوطن ومن خريطة في أنشطة إرهابية حسب تقرير الأمن الدولي الصادر بتاريخ 17-09-2017 والله أول مرة نسمع به أول مرة نسمع بتقرير الأمن الدولي وشنو الأمن الدولي ذلك نرجع لبعض التعليقات عليهم الأمن الدولي بتاريخ 17-09-2017 الذي وضع بعض قيادات الحركة في تصنيف الأشخاص الخاطرين والمطلوبين دوليا ومحليا لدعمهم وتمويلهم لتنظيمات إرهابية عالمية وقد ثبت أن نشاطها داخل الجزائر وخارجوا شكل تهديدا للأمن القومي والسلامة الجسدية للمواطن ونسيجها الاجتماعي وضرب استقرار المؤسسات وسيرها العادي خصوا غير يقولوا باللي إحنا اللي اغتلنا بوضياث إحنا اللي جبنا بوتفليقة دمر البلاد إحنا اللي جبنا نصدار دار انقلاب ياليت ياليت كون قالونا هذه الأشياء طيب أول حاجة إذا كان هذا هو المستوى لتع المحامين في الجزائر فهذه فضيحة لو جينا في بلاد دولة حقوق ودولة مدنية لكرهم الآن المنظمة المحامين اللي ينتمي لهذا المحامين تنوض تدير لهم كرواها هذا مستوى إنشائي أنا كي كنا ندير إنشاء سنة رابعة أو خمسة ابتدائي كنا ندير إنشاء أفضل من هذا كنا ندير إنشاء أفضل من هذا هذه ما فيهاش جملة قانونية واحدة ما فيهاش دليل واحد ما فيهاش شيء يسمى قانون يكتبوا محامي واضح أن المستوى التعليمي نهار ونهار ونهار بشكل كبير لا أستبعد أن هذا الجماعة من اللي كانوا يسموهم يقروا في الليل وفيهم كثير محترمين يقروا في الليل لكن كي اللي كانوا يقروا في الليل بطريقة خاصة يعني طريقة خاصة يسموهم هذو كل يقروا اللي ما جابوش البكارو يقروا في بن عكنون أو في بعض أو بالمراسلة واضح أن مستوهم تافه صراحة اللي يكتب هذا لا يستحق مستوى سنة رابعة أساسي انتع هذا الوقت ولا يستحق مستوى رابعة ابتدائي انتع الثمانينات لا يستحق فما بالك أن يقول أنه محامي ورح ينهى في أموال الشعب ويقول لهم نحامي عليكم آه أنتو ممليت الدود دراهم في الشكاير للقوضات باش تحلوا القضايا تاعكم هذيك الصاخراء خلينا نروحوا للمنقات مش حاب نطور عليكم رح يفايتها 95 دقيقة خلينا نروحوا لثلاث نقاط ولا ربعة على السريح وإلى جاد الطرف من بعد نتكلمو عليهم نظرني ما تشهدوا الصحة الجزائري من تكالب خطير عليها من قبل دول وراء الدول التي تكالبها وراء وكل الدولة هي مع العصابة كلها كين خصومة واحدة هي مع النظام المغربي وحتى النظام المغربي ما يحبش للعصابة تروح يحبها تضعف يحبها تضعف ما يحبهاش تروح تنسوهاش هذه كانش نهارا نفصله فيها يعني ولماذا النظام المغربي لا يريد للعصابة أن ترحل لكن المؤكد أنه يريد إضعافها لأنها هي تريد إضعافه إذن داخلين في عملية إضعاف متبادل والشعبين يدفعوا الثمن والحقيقة قال أن العصابة في الجزائر أبشع وأسوأ وبدأت فيها بكثير من الجرائم لكي يكونوا منصفين إذن لم يكن دول الأخرى كلها يتدعم فيها حتى الأتراك آخر السفيرة اليوم من تحهم الجزائر قالت إحنا علاقاتنا جيدة وجميلة مع الحكومة وقريب قالت لهم بالهاية الإمارات والفرنسيس هم اللي يحرضوا علينا لأننا ندير في تجارة مليحة وفي علاقاتنا مليحة هذه الحقيقة النقطة الثانية سيد الوزير رشاد ورغم التحذيرات العديدة والتقارير الإعلامية العالمية والمحلية وكذا كشف بعض رجالها ومتابعتهم قضايين وين؟ وين كشف رجالها؟ هاو قديتوهم كحيراكيين وراكم تدوا حركيين ما عندهمش علاقة بحركة رشاد وتحبوا تدقول لهم راكم من رشاد هم يقول لكم والله ما أنا من رشاد لأن رشاد أصبحت بالنسبة ليكم بوع بوع موجودة في كل مكان تشوفها في كل دورة تشوفها في كل اسماء بلاك جي داخل دارك تشوف اسماء رشاد هذا مفزع لكم وهذا احنا من فضل الله أصبح الرعب عندكم خرجنا عند الشعب إليكم وإذا كانت رشاد تساهم في رعبكم فهذا شيء نفتخر به لكن احنا سلميين قلناها وسنضل لكن أنتم اللي قلتوا تشوفوا رشاد في كل مكان هاو هذا تعالى بوست اللي واجه الوزير وقال له كلام حق قال له تمن رشاد يشرفنا ويسعدنا أن يكون الأحرار منا وهم منا حتى ولو يكونوا منا في التنظيم لأننا احنا مع الأحرار أينما كانوا البتنامي الحر المكسيكي الحر أقرب لي من الجزائر الجبان ليتعامل مع العصابة ومع النظام ويدفع لها هذا يحقق نحن مع الأحرار أينما كانوا وضد الطغاة وذبابهم وأذنابهم أينما كانوا ما تقول لي لا مسلم لا مسيحي لا هذا شيء آخر نظرا لكون هاته قال لك شوف الخطورة شوف رشاد واشدرت لهم على هذا نظرا لمساسها بالأمن القوي رشاد مستهم بالأمن القوي والنسيج الاجتماعي والسلامة والأمن العمومية السلامة والأمن العمومية كيكون مذكر ومؤنث يا من كتبت هذه إذا قلنا الأمن والسلامة نقوله العمومي لأن المسكيلان كما يقول يقول أصحاب المتجدرين في القواعد في كل اللغات المسكيلان بريم سير لفيميناء هذه اللغات مبنية هاك كيكون واحد مسكيلان ويكونوا أميليون تاع في ميناء يكون المسكيلان كي بريم وهذا مش عدل لكن هذه اللغات مخدومة هاكذا وتقريبا كل اللغات العالم بني على هذا الأساس إذا إذا قلنا الأمن والسلامة نقوله الأمن هذه برك نقطة نديرها لهم بين قوسين نقوله السلامة والأمن العمومي ومش العمومية يا المحامين تعزج دوروا حاشا المحامين الأحرار وعلا نشوفوا فيهم يدافعوا ويمتقلوا وفي كثير من الأحيان بدون مقابل وواقفين مواقف يشهد لهالتاريخ بينما هذا المحامين هذا الصنف هذا هو القسدير مقابل ذهب على المحامين الحقيقي قال لك الأمن والسلامة والأمن العمومية روح نهيك عن التطاول والتهجم والإساء لمؤسسات الدولة ورجالها بالخصوص الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة والأمنية وأسلاكها أتحداكم أن تدافعوا الجنود وصف الجنود والضباط أنتما لما تقولوا الجيش ومؤسساتها تقصدوا الجنيرالات تقصدوا الجنيرالات اللي دخلوا بعضهم للسجون وشردوا بعضهم وأرسلوا بعضهم للقبور مش من عندي من عندهم هذه بعض الزوسيل اللي كان هو ربكم هذا الأصناف أيام القايد الصالح رحوا الآن 24 سنة سجن ومر على تعذيب بلا يعني بلا حدود في عبلة على سبيل المثال أما صوابوا القايد الصالح رفاهم في القبور لكن انتم تقدسون الجنيرالات عمرنا ولا شفناكم خرجتوا تقولوا الجنود مساكين واش رهم يأكل واش رهم يشربوا رهم يشكاوا مرنا صحيح الجنيرالات لو كان القطة تاع الجنيرال يكتب عليها واحد في الفيسبوك تخرجوا تندوا وتتعاطفوا مع القطة تاع الجنيرال يا أذناء ومن بعد نظر لكون هذه المنظمة تنشط خارج أرض الوطن ومنخلطة في أنشطة إرهابية حسب تقرير الأمن الدولي يرحم مالدك فهموني وشنو هذا الأمن الدولي إذا تقصدوا بمجلس الأمن الدولي يعني مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة اسمها المجلس الأمن الدولي مجلس الأمن للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي هذا الأمن الدولي لا يوجد كذا يجب أن يكون جائزة نوبل في القانون يجب أن يكون جائزة نوبل في القانون ويعطوها لأمثالكم ما سخف تقرير الأمن الدولي الصادر بتاريخ 17-19-2017 أعطونا هذا التقرير الدولي هذا الصادر في 17-19-19 أعطونا هذا التقرير أتحداكم أن يكون هناك تقرير لمجلس الأمن الدولي يكون فيه مذكور أي واحد لا نقول من حركة رشاد من الجزائريين لم يكن بهذا التاريخ أما قبل هذا التاريخ 2001 ذكرت بعض الأسماء لكن لا علاقة لها بحركة رشاد حتى الجزائريين الذين ذكروا لا علاقة لهم بحركة رشاد لا من قريب ولا من بعيد إنما عندهم ارتباطات كما قالوا عليهم عندهم ارتباطات بإسلاميين يتركوا تكذبوا فقط والخلايع والأمن الدولي يكرروا الجزائريين الآن يعني يضربوا في الانترنت يشبت كل شيء يكرروا الجزائريين يمرهم في كل مكان في العالم وأي واحد قارة يروح يشوفوا يشبت كل القهبة هذه لا تصلح حتى أن يمسح بها يديه مكان هذا الوحيد هو المزبلة وضع بعض قيادات الحركة في تصنيف الأشخاص الخاطرين هذا لتقرير الأمن الدولي والمطلوبين دوليا ومحليا طيب هنا مطلوبين دوليا هنا في بلاد في بلاد امبراطورية هذه هذه كانت امبراطورية لاغب عنها الشمس وما زالت في الناحية الأمنية وكذا تعتبر من أكبر الدول وأقواهم فهو 26 سنة ويعرفون كل شيء تعتقد أنتم لو أنا هنا أو مرد هنا في سويسرا أو عباس أروى في سويسرا أو مرد أو رشيد مسلي في سويسرا لكي نذكر هذا فقط أو نازيم في باريس نازيم طالب أو يحيى مخيوبة في باريس على ذكر على سبيل ذكر كونكين شعرة يعني أنتم أكثر عداءاً لما يسمى بالإرهاب من فرنسا أو من سويسرا أو من بريطانيا أو من أمريكا أنتم أكثر؟ وهذا خاضوا حاجة يسمى الحرب العالمية على الإرهاب الحرب العالمية على الإرهاب والفرنسيس مازال مستمرين فيها نساوي بالإخلاص بوش راح وترامب راح ومازال مستمرين للفرنسيس يتفكروا دائماً هم أفلاء أخير بارك خاضوا حرب عالمية أنتم يعني إحنا نكونوا إرهابيين في بلدانهم ويسكتوا علينا يعني وهما اللي يشموا الريحة أطفال هنا في بريطانيا أطفال عشر سنين اعتقلوه لأنه قال كل ما حسبوها باللي هذه إرهاب فيما يسمى بحاجة عندهم تسمى لابريفونسيو إلى آخره عندهم واحد السيستام هكذا داروه بعض المتطرفين هنا في بريطانيا ومشات به الله الحكومة البريطانية لفترة نظر مازال ماشيين جزئياً يعني أطفال عشر سنين حقوا معاهم وسجنوهم ليومين أو يومين أو بقوا يحقوا مع والديهم بقوا يروحوا ويجوب عشر سنين مو الشخص مثلي عنده 26 سنة في المعركة أو مثل مرد هنا أو أباس أروه أو غيره وشلت السفاهة هذه التفاهة هذه اللي رفنا عايشين فيها يا قلنا لكم رانا في عالم آخر رانا في عالم اللي نقدر نرد عليكم ونظهروا مستواكم السخيف أنتم وجريتكم وقنواتكم ذباب أصبحتوا كلكم ذباب تم محامين تم والله ما تستحقوا حتى شهادة باكالوريا هذا مستوى تع محامي هذا وأربع محامين يعني كاتبينها أربع هاكم فضحتوا العصابة حتى زدتوا ودرتوا لها إساء أخرى وقد ثبت أن نشاطها داخل الجزائر وخارجها يشكل تهديدا للأمن القومي والسلامة الجسدية للمواطن ونسيج الاجتماع يعني نحن اللي رانا دارين هم مشاكل تعال البطاطا يعني نحن اللي اقتصبنا وليد نقيش عند عبلة أو تحرشنا بسعيد شتوان عند البوليسية يعني نحن اللي رانا خانقين البلاد بالبراجات نحن اللي أنا خالقين الجزائريين مئات الألاف الداخل الخارج مش قادر يسافروا اللي ما تتموه ما شافهاش ولي ما تباباه ما شافوش ولي ما تباباه بنوه ولي ما تزوجته ولي ما تزوجها نحن نحن اللي وصلنا البلاد لهذا المستوى يو نحن رانا نحارب ومن أجل سلمية رانا نحارب ومن أجل أن تنهض الجزائر وأن تختفي العصابات أي مستوى تافه لا قيمة لكم واحد منهم وبعث لي المساعدة على السريع بالتأكيد الأحرار راحين يجبدوا الملفات فيما بعد ويلقوا الخرايب انتاحهم يسقسوا فيسبوك أو الشيخ جوجل ويجيب لهم كل شيء هتخيلوا واحد منهم شكون هو على سبيل المثال بسيطة هذا أول واحد ذكرت لكم ها ها وهنا واش مسمي روحو شو مسمينو تواتي لحسن ها هو تواتي لحسن واش كاتب في عشرين أبريل ها هو واش كاتب ها هو في الموقع في الفيسبوك واش كاتب واش كاتب الراجل المناسب في المكان المناسب شافيق مصباح المدير الجديد لوكالة التعاون الدولي نتمنى له توفيق ومدين من العمل والصهار على خطة الوطن عائشة الجزائر الجديدة يقدس يقدس في واحد المجرمين ليهو هذا شافيق مصباح ليعطينه وكالة تعموا خابرات باش تتواصل مع الجزائرين في الخارج يحبوا يشيروا الجزائرين في الخارج وانا حذرت وما زال نحضر خابراتنا بلا تتعاملوا معه هذا يرون حنوشة هذه اللي تسمى الوكالة الوكالة التعاون الدولي راه مكان للحنوشة باش يخترقوكم ويشروكم واللي ما يشروهش يضغطوا عليه متعاملوش معهم نهائيا هذا الشخص وهو الان خمسة وسبعين سنة أو ستة وسبعين سنة 20 هكتار سرقها في بوشاوي 20 هكتار معنا 200 ألف متر مربع ناهيك على الفيلا وناهيك على الشقق وناهيك على الليبورس لولادهم وناهيك على أشياء كثيرة ها طيب خلينا نشوفوا هذا الأحسن هذا على السريع كما قلت بعثوا المساعد ها وشقا ها عبدالعزيز بوتفليقة ناقل على عبدالعزيز بوتفليقة في 2014 فيلم قاصير يتناول عدة مواضيع منذ سنوات الإرهاب ثم المصالح وصول عن استرجاع الجزائي لمكانتها بين الأمم يقدس ويمجد في بوتفليقة عندما تقدس بوتفليقة وتمجده وعندما تقدس شفيق مصباح وتمجده وعندما تقدس توفيق وتمجده فنحن نسعد أن تكون أحد من السخفهاء التافهين في هذه المجموعة وأنت على المحامين اللي يرفعوا ضدنا قضية نحن نسعد بذلك لأن الشعب سينظر إليكم ويحتخركم احتقار ليس له حدود وأنا متأكد أن اللي قاربين منكم وربما أسركم وربما أبنائكم أو إخوانكم يلعنونكم لعنا كبيرا إنما يسمون أسركم رشاد اليوم هي رمز أقول رمز من رموز نحن جزء من كل قطرة من بحر الأحرار وهي رمز من رموز الحرية ورمز من رموز الكرامة ورمز من رموز المقاومة الصلبة الثابتة الصامدة التي لن تتوقف إلا بسقوط العصابات وقيام دولة مدنية نعم مدنية مش أسكرية دولة العدل والحق والقانون